بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين القرآن يتكون من 114 صورة وكلمة القرآن تكررت في المصحب الشريف 68 مرة كلمة القرآن تبدأ بحرف القاف وإذا قمنا بإحصاء تكرار حرف القاف في القرآن فإن القاف الذي ترتيبه 114 نجده في الآية 68 من صورة البقرة الآية 68 صورة البقرة كالتالي بسم الله الرحمن الرحيم قالوا دعونا لربك يبيلنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عان بين ذلك ففعلوا ما تمرون عدد كلمات هذه الآية 23 كلمة بعدد أعوام نزل الوحي سبحان الله واستعملت الآية 17 حرفا من الحروف الهجائية وتكرر بحرف القاف أربع مرات و 17 في 4 يساوي 68 و 68 هو رقم الآية نفسها وهو أيضا عدد تكرار كلمة قرآن في المصحف الشريف مجموعة ترتيب الهجائي للحروف 17 التي استعملت في الآية لدينا الحروف مع الترتيب الهجائي فالألف ترتيبه 1 الباء 2 التاء 3 الدال 8 الدال 9 الراء 10 الضاد 15 العين 18 الفاء 20 القاف 21 الكاف 22 اللام 23 الميم 24 النون 25 الهاء 26 الواو 27 والياء 28 مجموعة الترتيب يعطينا 282 و 282 هو عدد تكرار اسم رجال الله في سورة البقرة و 282 يساوي 47 في 6 و 47 هو عدد حروف سورة الإخلاص التي ورد بها آخر تكرار لإسم الله في القرآن وأيضا هو رقم سورة محمد والله سبحانه وتعالى هو من أنزل القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الأعجب إذا قمنا بإحصاء السور من آخر القرآن أي نبدأ بسورة الناس فالسورة التي رقمها 68 من آخر القرآن هي سورة محمد ورقمها 47 يا سبحان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته